اهلا وسهلا بالجميع. كيف الحالة? شو الاخبار? نشوف الحاجتنا. كيف حالنا? شو اخبارنا? ان شاء الله امورنا تمام. اي حد يحب يخبر اصحابه يبعث له. تمام? اهلا اسراء. كيف الحال? شو الاخبار? اهلا يزن. كيف حالكم? رماس? اهلا. كيف حالكم? شو اخباركم? يا ان شاء الله دايما تكونوا منها. اهلا اهلا ملك. خيص الحمد لله. تمام تمام انا. هيني مع بواقي المرة التبعي. بس الحمد لله. صامدونا. اهلا احمد كيف الحال? شو الاخبار? العدد هيك عم بني. فاشتقنا للحصة. اونا اشتقت لكم. احرشتوني. اللي بيحب يخبر اصحابه. يخبرهم طيارا. انه صراحة بطلت احب نقعد نستنى كتير. عنا في زي لازم ننجز فيها. احنا اي صفحة? هلا بسأل مين اجداد عنا. اه هاي ابواب اشارك معكم لينك لايف تبعتنا. تقدروا تبعتوا لاصحابكم. احنا رح نبلش اليوم ان شاء الله بالدرس التاني للاجداد. واول مرة بيحضروا لنا. محضرتين لثلاثة اسئلة المادة. الله. الله على الحماس. طب ليه ما بتبعتوا بالفورم? انا بستنى اسئلة هناك ما حدا عم ببعث. يعني تبعتوا بس يعني. هلا بحكي لكم شو وضع الفورم وشو اراءكم بشكل عام. اوكي. انا متذكرتكم كلكم تقريبا. بقع امتحان فيزيا مفقين. حلو. ان شاء الله تذكروا كل شي حكناها بالبات. اوكي. احنا اي صفحة? ناسي بالضبط اي صفحة بس خلصنا من درس الاول وشوي صغيري ببتة مع اليوم ان شاء الله. رح نحل سؤالين. اكتر سؤالين طلبتوهم بالفورم. اللي قلت لكم اتعبوزة عندكم اي سؤال. هو سؤال الثاني والسؤال الخامس. السؤال الثاني بتوقع اللي فيها تحويل واحد. نرجع نراجع موضوع تحويل واحد فيها. وبعدها من انطلق للسؤال الخامس نشوف شو المشكلة اللي احنا كنا نواجهها تمام? اهلا وسهلا باي حدا جديد. كيف الحال? شو الاخبار? مين الجديد هنا? الجديد انا عشان اعرق. اهلا الملك. واهلا قيس. ورجاء. والله في كتار جداد. اوكي. اوكي اوكي اوكي. ما شاء الله. سؤال خمسة سهل. ممتاز فيه مش انا كمان. فيما متذكرتك. هلا الدرس الاول جزء منه موجود بيوتيوب. فان شاء الله بتلاقوه. اكتبوا مركز ابواب. الاسبوع الاول. مسندين. بتلاقوه ان شاء الله. اول حصة لبعتنا. الحصة التانية اللي اخدناها مع بعض. رح ينزلوها ان شاء الله خلال هالفترة. بس بحاولوا يرتبو لكم الامور. بحيث تكون سهلة. وبمتناولة جميع. اوكي. انا وسيم طالب جديد. اهلا وسهلا يا وسيم. اوكي. عددتكم نوعا ما صار هيك مستقر. يعني بقدر شوي صغير اعرفها حالي للناس اللي جديد اللي لست. ما بتعرفني. بياء بنان انا متذكرتك. اوكي. اه للطلاب الاجداد واول مرة بيحتروا معنا البث. انا اسمي مسندين خليل. ان شاء الله حكون معكم خلال هذا الفصل. كمعلمة فيزياء. اه رح يكون الشرح لا افكار رئيسية بالدروس. من غير ما نفوذ بالتفاصيل الدقيقة كتير 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 كتير. لانه هذا الشي موجود عندنا اياه بمنصة ابواب من خلال فيديوهات. فيها كل انواع الشرح وكافية ووافية وزيادة تمام. اللي بعمل معكم نحكي بالفيزياء بنناقش بالفيزياء بتبعتولي اسئلة. اه بجاوبكم على الاسئلة اللي سألتوني اياها. بنمر بالمادة. ما مش انه بالمر بنمرش فيها. بس مش بالطريقة اللي موجودة عندنا اياه على منصة ابواب. تمام? اهلا وسهلا حبا الطالبة الجديدة. مراجعة الدرس الاول. انا صعب نعملكم مراجعاتي اليوم. لانه لازم نمشي بالدرس الثاني كمان. فاعتبروا انه هاي درس الثاني هو مراجعة على الامتحان تبعتكم. شو رأيكم? نوع غالبا حيكون داخل كمان. يعطيكم العافية جميعا. اللي لسه ما خبر اصحابه يخبر طيارة 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 طيارة. عشان نقدر نبلش. اوكي? عبد الرحمن مساء النور. انا معك من اول حصة مس. اهلا اصلاق. اوكي. لانه بكون في اسماع مكررة رافعة. ما يعني نزعلش. اوكي. مس ردي هيني بحاولي جميعا اعد. درسين بعد بكرة. صعب نقاحك. اعمل مراجعة. هلا بالدرسين لانه لسه ما مبلشهاش بالدرس الثاني. اوكي. حالة بيحكي درجة توقيت لسه ما بدلشهش بالدرس التاني وان بقش وامعاض ياسل ومادز علي هلا شوفوا كيف احكي لكم الموضوع كالتالي الاشات لما بتبعت مرة واحدة هيك بيطلع و بدء فششت تمام اني قاعد اقرأ كل المسجدات تبعتكم يعني شبه المستحيل بس بحاول رح افتح لكم المايك بالوقت المناسب هلأ صعب للي بيحكي صوتي بقطع بس انت اللي هم تحكي له هذا الشي الباقي سامعيني منيح يفترض الامور كلها تمام ويكون اوكا الصوت ممتاز اوكا الكل بيحكي يعني صوت واضح تمام اوكا بديحكي لكم هلأ بشكل سريع شو اللي كتبتوه بالفون مرة الماضية في اكتر من حدا كان معلق بخصوص التعليقات انه احيان كون بسكرهم انا صراحة بسكرهم بالوقت اللي بحس حالي ما حقدرني اقرأ عشان ما اعطلناش حدا حتى يكون صريح حماك وما حدا يزعلي في طالب عنده مشكلة بالمايك فما بقدر غير انه يبعد شات فانا اليوم رح اجرب هذا الموضوع واترك الشات مفتوح ولكن بدنا نراعي اني اثناء الشرح انا ما بقدر اقرأ اللي انتو تبعتون عشان هيك ما بدنا نزعل متى بقرأ بكون وقتها بحكي لكم يلا نشوف الشات يلا نسمع صوتكم وهكذا تمام اوكي اه الطلاب اللي بيحكوا عن موضوع تغيير الوقت انا بعد حصة صفت تاسع عندي من الساعة ثلاثة الى اربعة ونص فصعب اني اغيرها وابعد الحصة تبعتكم اكتر من هيك اه بالنسبة للناس اللي زعلت لاني ما جوبتها على اسئلتها خلال الشات زي ما قلت لكم عددكم جدا هائل فصعب نتابع الجميع بس بحاول قدر المستطاع اه وزي ما قلت لكم اي شي انا ما لاحقته خاطر عبالكم السؤال بعد ما خلصنا من البث او اي شي شبيه لهذا الشي في عندكم فورم ببعتلكم اياه ان شاء الله ابواب نهاية حصتنا بتعبوه فيه تقييمنا الحصة فيه تقييمنا المس فيه تقييمنا الوقت فيه كل التفاصيل اللي انتو بتحبوا تشاركونا فيها اخر الفورم تبعنا وهو الاهم بالنسبة لي فيه عندنا مكان ممكن نسأل فيه اسئلة زائد فيه مكان ثاني ممكن تسألوني في اسئلة اللي هو الـ group على الفيس انا موجودة على الـ group اه تبعه تاسع فاذا بدكم اي شي بس اعملوا لي mention وبردعى اي سؤال انتو بدكم اية تمام شريكم اشاركم هلأ بالكتاب بتاعنا Det اه اه اوكي اي حدا مستعجل ميس استعجل يا ميس يلا يا ميس هانا بحاول اوكي هلأ شوي وعم بحاول يستوعب بس يكبدو شوي دقائق معدودة هاي اللي جروب نبعتلكم سيمة بتحكي ايش ضروري هلا بنشوف شو اسم مجموعة نبعتلكم اوكي درس التاني سهل ان شاء الله معي بلكون سهل اوكي اشوف الناس رفع ايديها هيك طيارة ان شاءه تكون سيمة منهم عشان سيمة بتتحكي نشوف سيمة بطل يا سيمة اهلا 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 تمام بدي احكي لك فيه جروب عاملينه للفيزياء على المسينجر وموجود فيه الاستاذ بحمد اللي بدلت له على المنصة تحبت تدخل فيه وابعتلك رجاضة صراحة انا هيك المسينجر ما بحب اقرب عليه كثير حتى ما هتلاقوني بتابع بالعكس هتزعلوا مني بزيادة فانا بفضل اي حدا عنده اي سؤال يا من خلال الفون اللي بنبعتلكم اياه او من خلال الجروب اللي بتوقع بتكوني موجودة فيه سيمة فوت بالجروب نبعنا ولا ممتاز اعمالي منشن اسمي دين خليل حيمور تمام يعطيك العافية تمام واسمي نغير رأيها في بالتعليقات تبع الفورم واحد بيحكي انا بس بس بح البنات يحكوه والله يظلمتوني دين بختار مرة شباب مرة بنات عشان ما حدش يزعل والشباب ما بيجاوه شو اعمل اوكي دانيا دانيا ازا منك المايك انه ما يفتح مرحبا بس لا اصار يفتح تمام عنك سؤال مسلا ما عندي سؤال بس ما شاء الله يعني شرحي كتير رائع بس ممكن احكي شي هلا ممكن اتعجلي بالشرح لانه اصلا احنا عربت امتحاناتنا وراح يدخل الوحدة الاولى تقريبا كاملة واحنا لسا كنا مش ماشيين كتير تمام انا هلا اليوم هحاول اخلص واحدة من طرق قياس الضغط الجوي وبيضل علينا النص التاني من الدرس اللي هي مرة الجاي ان شاء الله انتحاننا رح يكون يوم بثلاثة هاض هو للأسف في اليوم صعب اني انجز بالدرس الكمال بس بحاول اني انجز قدر المساطع تمام تمام فيه شخص كان بيسألني واكتر مرة حتى نسأل في هذا السؤال اللي هو مث انتي لما كنت بتحكي عن ثلاثة اناني موي كنتي كاتبة هيكا كان عندي دقيقة شوي اوكي كان عندي مثلا اه قرورة ماء تمام وكان عليها كان معبية بموي وكان في عندي هون نقطة وهون نقطة انا سميت اه مثلا نحكي نحكي هاي نقطة اي وهاي نقطة بي الارتفاع هاد او العمق هاد انا اللي قررت اسمي اتش ون عشان اقدر اسمي العمق اللي بعده اتش تو تمام فمن وين جبت انا اتش ون اتش تو هاد الاشي مني انا مش من الكتاب مني انا حبيت اسمي العمق تبع اي اتش ون والعمق تبع بي اتش تو عشان بي بعمق مختلف تماما عن العمق الموجود فيه اي تمام هاد بخصوص اول سؤال ان سألته بالفورم اه بالنسبة صح لسؤال الامثلة صفحة 15 انا حليته معكم فمش راح اقدر ارجع عيده لانه صراحة انه نمشي بالماده زي ما حكينا ورح تلقوه على اليوتيوب معاد ان شاء الله يعني بتفتحوا اليوتيوب وبتحضروا الفيديو بالمكان اللي انتو مش راح تزبط معكم الامور تمام اوكي خليني بس شوي صغير اكمل وحاليا ما حقق التعليقات عشان نحل الاسئلة هلا الطيارة اوكي هلا بس بدي حل فرع التاني من السؤال التاني اللي فيها تحويل واحد بعدين راح نحل سؤال خمسة وان شاء الله الامور بتكون واضحة بالنسبة للدرس الاول منها ممكن تعتبروها زي كانها مراجعة سريعة لشوية اساسيات بتهمني انا بالدرس الاول تمام اول ايش بدي اتفرج عليه بالفرع التاني بالسؤال الثاني بحكيلي السؤال التاني بدي احسب الضغط الكلي واول ما يحكيلي ضغط الكلي بدي احط ببالي هو ضغط المائع اللي هو السائل عند إياه زائد ضغط المائع الثاني اللي هو الهواء فرح يكون ضغط الجوي زائد ضغط تبعة المائع تمام؟ أوكي بدوني أحسب الضغط لكل المؤثر في غواص يصبح على عمق ثمانية متر تحت سطح الماء الألف ما فيها أي مشكلة إنه التحويات فيها زابطة الكثافة الماء كيلو جرام لكل متر تكعيب ما فيها أي مشكلة مشكلتنا كانت بفرعبان كثافة الماء معطيني إياها بوحدة جرام لكل سنتيمتر تكعيب بدأ أشوف أنا كيف بقدر أحول تبعة الجرام لكل سنتيمتر تكعيب بتوقع هاد إشي حكيته مرة الماضية بس لإنه لسه مش نازع اليوتيوب وعنكم امتحان فهاد الإشي صراحة بهمني أوكي معطيني جرام لكل سنتيمتر تكعيب ها شو هاد تكعيب هاد هاي التكعيب تمام؟ هلأ أنا الجرام لازم أحولها لأنه بدي إياها كيلو جرام ما بدي إياها جرام والسنتيمتر تكعيب برضو لازم أحولها تمام؟ حلو جدا اللي جرام عشان أحوله للكيلو جرام لازم أضرب بعشرة قوة سالة فهد بعرف الجواب أشوف شو اللي حكيينه عبل ما أنا ضيبت عنكم حوالي صفحة واحد وعشرين ضيق شوي نحليهم صفحة سبعتاش غيرنا ذلك بصفحة سبعتاش عشان نكون هايكا حبايب ومحدش يتعلم الحضر تمام؟ أوكي في شغلكم بشوف؟ ما علينا أوكي بضرب عشان أحول من جرام للكيلو جرام بضرب بعشرة قوة سالة بثلات وبصير عندي الوحدة كيلو جرام تمام؟ السنتيمتر بدل كل سنتيمتر بحط ضرب عشرة قوة سالة تنين متر وبما إنه أنا عندي إياه أس تكعيب شوفوا كيف هاي ها هنا كلها تكعيب معناته عالجهة الثانية كمان كلها تكعيب فبصير عندي التحويل من سنتيمتر تكعيب لا المتر مكعب بصير عندي هون ضرب عشرة قوة سالة بثلات تمام؟ والوحدة متر مكعب طيب هلا بدي أشوف أنا كيف يصير عندي الشكل رح يصير عندي الشكل كالتالي بدل جرام لكل سنتيمتر تكعيب بالبسط رح أحط هاد بحط محل جرام ويصير عندي عشرة قوة سالة بثلات كيلو جرام على اللي بالمقام بدي أمسك هاد اللي هو عشرة قوة سالة بثلات متر تكعيب صارت عندي الوحدة اللي أنا بحبها اللي هي كيلو جرام على متر تكعيب بس بدي أضبط شغلي عندي عشرة قوة سالة بثلات بالبسط وعشرة قوة سالة بثلات بالمقام عشرة قوة سالة بثلات زائد ستة موجب ثلات كيلو جرام لكل متر تكعيب ممكن أنسى كل الخطوات اللي قبل وهصير أستبدد بدل جرام لكل سنتيمتر تكعيب أشطبها وحط عندي هاد اللي هو عشرة قوة ثلات كيلو جرام لكل متر تكعيب تمام؟ أوكي نشوف إذا الأمور تمام قوة سالة بثلات برابو عليكم حلو جانا هلا فهمكا طب الحمد لله في باصيس أمل أوكي طيب يعني ممكن في ناس بيحبوا خلاص يحفظوها لشكل نهائي اللي هو الموجود عندي تحت هلا بنشوف كيف نتعامل مع السؤال لأننا احنا ما كملنا السؤال من مرة الماضية وكتير ناس كانوا عم بيسألوا عنه بالفورم عشان هيك الفورم مهم نبعث عليه الأسئلة عشان أعرف أنا حسط الجاي شو أجاوب تمام 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 أوكي خلينا هلا نشوف بلاحظ الكثافة بعتني حيني حولتها سيق شوي أوكي كان حكيلي بالفرع الثاني إنه كثافة المي اللي هي الرو اللي بتهمني تساوي واحد فاصلة صفر ثلاث هاي ثلاث ستبروه هيك جرام لكل سنتيمتر تكعيب حكيت هذا كله بشطبه وراح حط محلو شي تاني فبصير عندي رو شو تساوي بنزل الرقم زي ما هو واحد فاصلة صفر ثلاث مبعو شو ماني مع الثلاث اليوم مبدئيا وبدل جرام لكل سنتيمتر تكعيب شو بكتب هاي ها رح اكتب ضرب عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر مكعب يعني أنا هذا اللي عملته بدل جرام لكل سنتيمتر تكعيب بأخذ هذا الرقم بالوحي تبعتي تمام فصار عندي هلا الكثافة اللي ممكن استخدمها بالقانون تاعي لانه صارت واحدة الكثافة كيلو جرام لكل متر تكعيب أنا شو بروح بعمل بحكي بده يعني احسب الضغط الكلي ممكن بعد شوي والامور كلها تمام والوحي تبعتي كلها تمام بحكي والله الضغط الكلي تساوي ضغط الجوي زائد ضغط المائع اللي عندي اياه أنا البحر تمام ضغط الجوي معطيني اياه بالكتاب تمام بيكون برضو بحط المعطة بالسؤال وهي هو معطيني اياه واحد بعشرة هو خمسة باسكال أنا بس مسكت هاد وحضو تحت زائد ضغط المائع اللي انا موجودة عليه او بداخله اللي هو رو جي اتش هاد قانون تبعوه رح يساوي عندي واحد بعشرة قوة خمسة زائد الكثافة اللي حولتها انا قبل شوي هايها واحد فاصلة صفر ثلاث مضروب بعشرة قوة ثلاث ضرب جي معطيني بالسؤال اني اعتبر جي عشرة بحط هاي عشرة ضرب قديش اللي عمق تبعي ثمانية فباكتب هون ضرب ثمانية رح يساوي عندي عشرة قوة خمسة زائد اه اوكي ثمانية واربع وعشرين هون ضرب عشرة قوة ثلاث مضروب بعشرة بصيري عندي عشرة قوة اربعة بروح اضبط هون الشكل عشان ايش اقدر اجمعهم متينين يعني لازم يكون عندي الحدود تبعتي كلها المتشابهة بالأسس تبعة العشرات عشان اقدر اجمعها بصيري عندي هون عشرة مضروب بعشرة قوة اربعة زائد الحد الثاني هو تمانية فاصل اربع وعشرين مضروب بعشرة قوة اربعة صاري عندي الحدين عشرة قوة اربعة منذلة تحت شوية صغيرة اوكي فبصير عندي عشرة زائد ثمانية واربا وعشرين تمنطعش فاصلة اربا وعشرين وهذا الشي باخده زي ما هو اللي هو ضرب عشرة قوة اربعة والوحدة بس كان لاني عم بحكي عن الضغط نتفرج على الموضوع هلا هيك بشكل عام مني بعيد شو اللي عملته انا لانه عارفة هيك تكون شوي هلا هيك دعته شوي اوكي اللي صار عندك التالي هون اول اشي لما شفت عندي الكثافة بوحدة غير اللي انا بادر استخدمها اللي هو بوحدة جرام لكل سنتيمتر تكعيب على طول رحت شطبت جرام لكل سنتيمتر تكعيب وحطيت بدالها ضرب عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر تكعيب وصارت عندي وقتها الكثافة جاهزة هيك صار ممكن استخدمها طالب مني كان الضغط الكلي الضغط الكلي هو عبارة عن ضغط الجوي زائد ضغط المائع اللي انا موجودة جوته تمام؟ الضغط الجوي كان معطيني يا جاهز اللي هو واحد بعشرة قوة خمسة والضغط المائع اللي انا موجودة فيه ضغط النقطة بداخل المائع باستخدام هذا القانون هي رو جي اتش نزلت هذا الرقم زي ما هو اقول انه ما اختلف فيه اي اشي وروح تعوط بالقانون تاعي رو جي اتش الرو تبعتي القبل شوي حولتها وزبط شكلها ضرب الجي اللي هي عشرة ضرب العمق تبعي اللي هو تمانية متر بعد ما ضربت هاي الارقام ببعضها طلعت معي بهذا الشكل قلت انا هدول الرقمين ما بقدر اجمعهم مع بعض غير لما تكون العشرات بنفس الشكل فالحد الاول هو عبارة عن عشرة بعشرة 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 صح خمس عشرات مضروة ببعض اخدت واحدة من العشرة طلعتها ببرة عشان يضل عندي بس ايش عشرة قوة اربعة فصار عندي الحد الاول عشرة مضروب بعشرة قوة اربعة زائد الحد الثاني تركته زي ما هو جمعت الحد الاول والحد الثاني طلع معي عشرة زائد تمانية واربعة وعشرين بطلع معي تمانية تمنطعش واربعة وعشرين مضروب بعشرة قوة اربعة والوحدة باسكال اللي انو عم نحكي عن الوحدة نشوف تعليقاتكم لحد هلأ في ناس بيحكوا اخيرا مثل انتها في ناس بعنا مشكلة اوكي اوكي نشوف شوف عبد الرحمن عبد الرحمن سامعنا عبد الرحمن شكو غير رأيه اوكي ملك ممكن تعملي زي ما انت قلت اللي هو بيكون تمانية بالعشرة تقريبا وبتتركي الاسس اوكي اوكي عشرة قوة خمسة وعشرة قوة خمسة بزبط هلأ منيح انه فيه لايف تابعي مسجل وانه وسبوع الجيل ان شاء الله بكون نازل فيديو على اليوتيوب راح نبلش بالدرس اليوم ان شاء الله اوكي ملك فهمتها نشوف لجين عبد الرحمن شكو غير رأيه رخي بيحكوا ما بختار الشباب كمان الله يسالحكم اوكي نشوف لجين لجين عليك سؤال مس انا ورحمة لانه على هزا فتح الحصب اوكي راح حكي هلا سريعا طيارة بس ازا حد عني سؤال تاني يحكي لي نشوف احمد وبتمنى احمد ترد افرام ما تحكوا مس نازيل اهلا احمد افضل مس انا عشان هستا يجي تعادة عديها كلكم هلا اجيتوا والله انا هسا اجيت يعني خلاص تمام انا هلا حكي سريعا شو اللي عملته ماش تمام ليان في حد عنده سؤال منلي كانوا موجدين ليان سمعاني رحمة السلام عليكم كيفك وعليكم السلام تمام تمام مس بس انا ما فهمت التحويل ممكن تعدي اي التحويل بالضبط تحويل الجرام لكيلو جرام هلا شوفي كيف انا بالاخير بالاخير توصلت لشغلة انه لما يكون عندي جرام لكل سنتيمتر تكعب كلها هاي بتشريها وبتحطي بدالها عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر تكعب هاي كيف تخصيص كل شي عمل بالضبط زبط جربي عملي هاد الاشي باكتر من ما كان بده تحويلها تكتشفي انه هاي طريقة ضبطة تمام اوكي تمام سلام ايديك يا ما اللعفو اللعفو اوكي نشوف سيما كيف حالك سيما تمام كيفك انت اه تماما تماما شو سؤالك اه مسكندي اسألك بس عن فرع اه خمسة اه عن سؤال خمسة الفرع التاني رح تحلي اليوم هلا هلا حنحلو يس هلا هلا ضيقة شوي نعملت شي ضيقة اوكي ثاني بس اللي هو عبد الرحمن اوكي هل ارمو هونم هلو عبد الرحمن عندك اي سؤال هلو مس سمعني اه سمعتك عنيش سؤالك طلع اوكي بس طيارة حسين نسمع حسين سمعني حت عندك السؤال باللي هلا هلا حكيته بهدس سؤال حسين بده شي نشوف ميار ميار سمعاني ميار سمعاني ميار سمعتيني او لا لا حنا نتلقي ديكم كلياتكم بالسؤال التاني في رعي التاني اي حد عندك السؤال يحكي شكل عم بشبك مع ميار فنستنى بس تانية عليها لانه هلا طيارة نحن نروح على سؤال خمسة ونبلش بالدرس التاني نتلقي بعدها تمام نتلقي معلومة مايار سمعاني 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 ميار اوكي خلص ام نشوف معتم ما رح ما شاء الله ما تلحقت وتبعت كل هاد ما رح سمعاني عبد الرحمن اوكي عم بحاول اشوف سريعا شو اللي بعتين لحد هلا ما شاء الله فوق 90 مسج اوكي عبد الرحمن اوكي ما رح نسمع صوتك انشاء الله لاحقا خلينا نشوف هلأ ما سرفع اليها اوكي اوكي اخر محاولة مع احمد عشان رح نبلش بالسؤال التاني السلام عليكم عليكم السلام احباد فضعا شو سؤالك اه ماتسا شو سمع السؤال اللي هس انت كنت قاعدة بتحلي فيه ما فهمتهش وشو سمع انا هسا حاولت افهمه بس ما اعرضت عادي تعديلية فارح اعيده بشكل سريع لا اكتر من حدا فيه ناس هلا هلا فاتت فارح اعيد ان شاء الله تمام ماشي ماشي اوكي تمام جانا اسمك مختفي من عند اليدين تكتب سؤالك جانا انا هنزل هنا اعديكم كلياتكم الكومنتات انا مسكرتها اوكي جانا عن شو سؤالك يعطيك العافي ميس الله يعافيك اه هو ما في سؤال بس اتأكد من الشغلة البي زيرو دايما واحد ضرب عشر قص خمسة هاد ليش رح نحكيها هلا كمان شو لمبلش بالدرس الثاني بس هو لا مو دايما واحد بعشر قوة خمسة بس اه لحد الدرس الاول بصير يحكي لك اعتبريها واحد ضرب عشر قوة خمسة تمام والرو واحد ضرب عشر قوة خمسة تلات قوة خمسة تمام اللي هي كثافة الماء هلا انتي ما تحفظيها بس هو بالعادة اه حوالا هاد الرقم لانها بخص المي طالما تستخدم نفس الماء فحي تكون نفس الكثافة اوكي تمام تمام يعطيك العافي اوكي الله يعافيك تمام انا هلا هسكر المايكات وخلينا نركز بالزبط شو اللي حكيته قبل شوي وطيارة نعم فيه طير فيها طيارة تمام اوكي للمرة الاخير راح اعيد للناس اللي هلا هلا فاتت انا ما اشوف قرام لكل سنتيمتر تكعيب راح اشطبها وحط بدالها بترك الرقم اللي جنبه زي ما هو ما بسيبه بس راح اشطب لي قرام لكل سنتيمتر تكعيب وبحط محلها عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر تكعيب تمام هون عملت نفس الشي هاي عندي رو كان معطيني اياها بوحدة جرام لكل سنتيمتر تكعيب مثكت الرقم ونزلت زي ما هو ولا عمل فيه اي تعديل اما الوحدة رحت شطبتها وشو حطت محلها عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر تكعيب هلأ صار عندي كثافة الماء جاهزة وبقدر استخدمها بالحال تبعي بالسؤال تبعي كان طالب مني الضغط الكلي لما يحكي لي الضغط الكلي فرح يكون هو عبارة عن ضغط الجوي زائد ضغط المائع اللي انا موجودة داخله اللي هو كان البحر تمام ضغط الجوي تبعي كان عبارة عن واحد مضروب بعشرة قوة خمسة زائد ضغط المائع انا بعرف القانون تبعه رو جي اتش تمام نزلت الرقم الاولاني زي ما هو ولا عملت اي شيء زائد الحد الثاني عوضت الارقام هاد كثافة الماء اللي انا حولتها قبل شوي مضروب بجيل هو عشرة مضروب بالعمق تبعي اللي هي تمانية رحت هلا بس نزلت الارقام وحسبت الحد الثاني تبعي بعدين رحت خليت الحد الاول زي ما هو سوري الحد الاول خليته عشرة مضروب بعشرة قوة اربعة شبيه لعشرة بالحد الثاني ليش عشان اقدر اجمعهم وبعض فهاي عندي بالحد الاول صار عشرة قوة اربعة والحد الثاني صار عندي عشرة قوة اربعة وقتها صار بقدر ايش اجمع هذول الرقمين وبعض بيطلعوا معي تمنطعش فاصلة اربع وعشرين مضروب بعشرة قوة اربعة والوحدة بس كان ليش لانا عم نحكي عن الضغط هاي بشكل سريع شو اللي عملنا انا راح ابلش بالسؤال الخامس الفيديو ها بتده تحضروا اكتر مرة مرات الجاي ان شاء الله اوكي عم بحكيلي تفكير الماقد بسؤال الخامسة السد هو جدار رأسي يحجز الماء خلفه ويبين الشكل مجاور سدا ارتفاع الماء فيه عشرة مترين كل الماء تبعتي ارتفاعها عشرة متر معتمدا على بيانات مثبتة على الشكل بدي احسب اكتر من شيء اول ايش بديو ياني احسب ضغط الماء على عمق خمسة متر انا موجودة بماء بديو ياني احسب على عمق خمسة متر بديو احسب هكذا كنها نقطة اسمها ايه وهاد خمسة متر بدي اشوف قديش ضغط الماء وبيدي اركز انه حكالي ضغط الماء وليس الضغط الكلي فهون الضغط الجوي انا شلته فبحكي ضغط الماء بماء رو جي اتش الرو تبعتي بدي اشوفها هل الوحدة تبعتها زابطة هاي كانوا يعطيني كثافة الماء تساوي واحد بعشرة قوة تلات كيلو جرام لكل متر تكعيب ما بدها اي تعديل بروح بمسكها وبعوضها زي ما هي واحد بعشرة قوة تلات ضرب الجي مفروض يعطيني اياها بالسؤال بس احكي لك هون علما بان الجي تساوي عشرة متر لكل ثانية تربيع بروح بمسكها وبعوض هون عشرة تمام هاي جي تبعتي ضرب قديش العمق تبعي خمسة فبحكي هون ضرب خمسة بيطلع معي الجواب وقتها هاي خمسة سيمهية هتركها ضرب عشرة قوة ثلاث مضروب بعشرة نفس الاساس اسس مختلفة بينهم ضرب نجمع الاسس يعني ثلاثة زائد واحد بيطلع معي عشرة قوة اربعة والوحدة فاسكال لانو عم نحكي عن الضغط تمام هلا بشوف فرع التاني فرع التاني شو طالب مني بدي ضغط الماء على عمق عشرة متر هالمرة العمق اختر ايش اكتر من الفرع الاول بش روح احكي انا هاي نستخدم لون تاني راح احكي ضغط الماء هاي بي الماء تبعتي نفس القانون رو جي اتش كثافة الماء نفسه لما تغير الحوط طبعي تضل زي ما هو عبارة عن واحد مضروب بعشرة قوة ثلاثة بيدوش اي تعديل لانو كيلو جرام لكل متر تكعيب مضروب بجي اللي هي هاي عشرة مضروب العمق تبعي اللي هو هالمرة بحكيلي عشرة متر فبصير عندي عشرة قوة ثلاثة مضروب بعشرة قوة واحد مضروب بعشرة قوة واحد نفس الاساس اللي هو عشرة 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 الاسس المختلفة وبينهم ضرب يعني ثلاثة زائد واحد زائد واحد بيطلع ما يعدش عشرة قوة خمسة باسكال ممكن اتركها اطلع واحدة من العشرة تفنقارنها باللي قبل بيكون عندي عشرة مضروب بعشرة قوة أربعة باسكال ليه ضبط هذا الشكل؟ عشان بدي اقارنه مع اللي قبل هون عندي عشرة قوة أربعة هون عندي عشرة قوة أربعة هون عندي خمسة هون عندي عشرة بلاحظ لما صرت بعمق أكبر صار عندي الضغط أكبر تمام؟ اخر فرع بيحكيلي معتمدا على اجابتي على الفرعين السابقين لماذا يكون سمك قاعدة السد أكبر من الجزء العلوي بلاحظ هون انه السمك تبع الجدار أكبر من هون ليش؟ لأنه كل مرة زاد العمق أنا عندي اياه حيزيد عندي الضغط فلو صار في عندي مثلا هون تشققات رح يصير عندي اندفاع جدا هائل عشان هيك لازم يكون وين في ضغط عالي لهو وين بيكون عندي عمق شديد لازم يكون عندي كثافة الجدار جدا هائلة عشان يقاوم هذا الضغط تمام؟ هسمع هلأ طيارة الناس الرافعة ايديها ونشوف ريتاج لانه ما سمعتها بالأول مرحب ريتاج ريتاج سمعاني مرحب ريتاج عن شو سؤالك؟ اوكي ريتاج نور اللي ما عنده سؤال بخصوص هذا السؤال ما عنده سؤال بخصوص هذا السؤال ينزل ايديه واي حد بده يسأل عن السؤال الخامس باي فرع موجود فيه يرفع ايديه تمام؟ هنزل ايديكم كلياتكم ونشوف اللي بده يسأل بخصوص هذا الدرس هذا السؤال اوكي احمد 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 طيار يلا اوكي نشوف احمد احمد صمعيني ما أنه احمد صمعيني احمد صمعيني السؤال الثاني اللي فوق الثاني الثاني فرع الثاني اللي هي بالنهدي صح هذا اخر ايش اخر سطر لا اللي هسا كنا نحلها فرع با فرع با صح طيب هايها باللون النهدي اخر اخر سطر صح اه اخر 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 ايش طلع معي عشرة قوة خمسة اه ممتاز عشرة قوة خمسة عبارة عن شو عبارة عن عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة din ضرب عشرة din صح؟ طيب اخذت واحدة من العشرة تطلعتها بquiera تراكت عشرة قوة اربعة اللي هو وهو الاربعة المضربين من بعض اربعة عشرة قوة من بعض اه تبتلع معي جواب عشرة ضرب عشرة قوة اربعة حالو؟ شكرا الله يعافيك اي شخص اخر ميار أهلا مس أهلا مس أزالك سؤال رقم 2 برع الحل لنا قبل أه ما ألوف طلعلك انت مناتج 18.24 صح أه وأنا هلا طلعلي أنا 0.8 أو 0.824 ما أضفتيلها انت ضغط الجوي آه تمام أنا بده الضغط الكل عبارة عن ضغط الجوي زي الضغط الماعل أنا موجودة فيه تمام أنا هلا يعني حركت الفاصلة بدلا ما أشيل إنه عشرة قوة خمسة شلت منها والعشرة قوة واحد أنا حركت الفاصلة يعني عادي بتصير بتصير أهم شي يكون عندي الحدين العشرات طبعتهم زي بعض عشان أقدر أجمعهم مع بعض مش حد الأول عشرة قوة خمسة بدي معتهم الحد الثاني يكون فيه عشرة قوة خمسة عشان أقدر أجمع الأرقام من جنبيهم طب هلا أنا طلعلي يعني حركتهم زي هيك بس إنه طلعلي عشرة قوة خمسة الجهتين بس 0.824 استني شوفي كيف الحد الأول بدي أتركه عشرة قوة خمسة زائد هذا الحد رح يصير عندي هايو ثمانية اثنين أربعة مضروب بعشرة قوة قديش عشرة قوة خمسة ممتاز فباخد هاد عامل مشترك هاي عشرة قوة خمسة بيضل عندي واحد زائد هذا الرقم صح؟ ممتاز يعني واحد فاصلة تمانية اثنين أربعة مضروب بعشرة قوة خمسة هاد هو الجواب النهاي بس انتي عم تنسي الواحد تمان؟ تمان؟ اوكي اي حدا بديو ياخد سكرينشوت لهذا الكلام اللي احنا كاتبينه ياخده سريع واللي حكته ميار صحيح ميمية واذا ضعته اطلع ما شو اللي حكينا هلا؟ تمان؟ يعني هي بس حبته بأرقام تانية بالطريقة اللي هي بتتسبها اوكي بالسؤال الخامس هلأ خلص انطلنا السؤال التاني وحكينا بما فيه كفاية فيه بدي هلأ اركز عايش السؤال الخامس اي حد عنده سؤال بخصوص السؤال الخامس يرفع ايديه غير هيكة ينزل ايديه تمام؟ يزم نشوف يزم فضل يزم السلام عليكم وعليكم السلام بس بتنبلش بس بالدرس الثاني على السريع عشان عندي ابتحان عليه بكرة خلص هلأ تمام بعد هلأ على طول تمام؟ اوكي اوكي طالنا ما فيه هلأ اسئلة بخصوص السؤال الخامس بتوقع كان اصلا التعوض مباشر والامور كلها تماما تماما رح نبلش هلأ بالدرس الثاني بيحكي لي عن قياس الضغط بيكون فيها او بيحكي لي عن اجهزة قياس الضغط حتى يكون فيها تفاصيل اكتر رح نحكي عن الباروميتر والمانوميتر رح نبلش اليوم بتوقع هو الوحيد اللي احقول هو باروميتر الزبقل تمام؟ هلأ كبداية رح نحكي عن الغلاف الجوي حقتنا اللي احنا عايشين على هذا الكوكب مبسطين عليه وزي هيك نشوف الكوكب بتاعنا نعتبر انه هاد عبارة عن كوكب الارض تمام على هذا الكوكب الارض انا عندي اشي اسمه غلاف الجوي غلاف الجوي هاد عبارة عن شو؟ غلاف من الغازات هاي غلاف جوي لو قررت اشوف عمود واحد من هذا الغلاف الجوي تمام؟ بلاحظ انه كتير مليان عندي اياه غازات هاي الغازات الها وزن بتأثر بقوة عمودية على الارض طالما الها وزن يعني قوة وبتأثر بقوة عمودية على الارض معناته عم بيصير في عندي ضغط مين سبب هذا الضغط؟ الغلاف الجوي تبعي تمام؟ يعني عندي غازات بهذا الغلاف الجوي لو تفرشت بس على عمود واحد منهم اللي فيه مليان غازات فلاحظ انه لها وزن هاد تأثير تبعي الوزن على الارض على وحدة او على مساحة موجودة على الارض بيأثر عليه بإشي اسمه ضغط تمام؟ مش حكينا الضغط هو عبارة عن F على A القوة هاد عبارة عن قوة وزن الهواء تمام؟ والمساحة هي هاي المساحة اللي عندي اياها تحت تمام لهون؟ اوكي هلا لو انه انا على هذا الكوكب زي ما بنعرف ما بيكون الارض عندي اياه مستوي فيه ممكن يكون عندي جبال ممكن يكون عندي سهول وزي هيك بدي اقارن انا هلا ما بين العمود اللي رسمته على اليمين معي العمود الثاني هلاحظ كالتالي هايو نعتبر هاد عمود الثاني بلاحظ انه العمود الثابعي هون صار حجمه اقل صح؟ معناته الكمية الغازات اللي فيها رح يكون اقل فالوزن تبع الهواء فيها اقل معناته الضغط اللي حيتأثر فيها هاي مساحة من الارض اقل من المساحة اللي تأثرت على اليمين تمام؟ الامور هون هيكا مترتبة ولطيفة اشوف سريعاً تعليقات حولها اللي ما ترفعوا داكم بس كتب تعليقات اشوف اه اراءكم هيكا بشكل سريع تمام؟ اوكي اوكي الامور اللي هلأ تمام تمام لهون تمام الاسئلة تركوها للاخر عشان نقدر نلاحق تمام؟ حلو جداً طيب هلأ الضغط الجوي اللي بنحكي فيه هلأ رح يعتمد على شغلتين غير على انا على اي ارتفاع موجودة هاي ضغط الجوي تبعي بتأثر بعاملين هلأ فيه عامل حكي عنه بالتفصيل اللي هو الارتفاع عن سطح الارض هاي واحدة من العوامل المهمة الارتفاع عن سطح الارض ارتفاع عن سطح الارض العامل الثاني هو مجاي بكتب تفاصيل عنه اللي هي درجة الحرارة تمام؟ لأن درجة الحرارة بتباعد الجزيئات فبصير عدد الجزيئات بنفس الحجم أقل أو بتقربهم من بعض فبيزيد عندي الغازات أكتر فبيزيد عندي الوزن وبيزيد عندي الضغط تمام؟ هلأ درجة الحرارة بيجيب التفاصيل فيها فأنا ما رح أتناقش بهذا الموضوع بس نعرف إنه والله درجة الحرارة إلها دخل بخصوص عوامل بتأثر بالضغط الجوي غير عن العامل اللي احنا درسنا هلا بتتفاصيل وحكينا عنه أكتر اللي هي الارتفاع عن سطح الارض إذا كنت أنا على مستوى سطح البحر سطح البحر أوكي رح يكون عندي الضغط عالي مقارة بمين على الجبال حلو؟ هذا هو تلخيص المهم بالصفحة الأولى نشوف كيف منقدر نقيس الضغط الجوي هلأ عشان أقيس أنا الضغط الجوي تابعي عندي جهازين واليوم رح نحكي عن واحد منهم إن شاء الله أوكي عشان أقيس إشي اسمه ضغط الجوي ممكن أستخدم باروميتر زقبقي وهلأ احنا نعرف عنه بالتفصيل عن شو بنحكي ثاني جهاز اللي هو الباروميتر في لزي وبس جايبين الفقرة بسيطة عنه ومش يعني مش كتير تفاصيل كتيرة ممكن إلو اسم ثاني الباروميتر في لزي اللي هو اللاسائلي لأنه ما بيستخدمه فيها سوائل زي الباروميتر الزقبقي طيب نتفرج على الباروميتر الزقبقي ونقرب الرسمة تبعتنا راح أحكي هون تفاصيل كتير 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 مهمة فالتركيز بدي إياه مليون 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 تمام هلأ من اسمه باروميتر الزقبقي معاته أنا استخدمت الزقبق عشان أقدر أعيس الضغط الجوي تبعي شو عمل عالم تبعي جاب لي هالأنبوب كان مفرغ من الهواء ونركز على كلمة مفرغ من الهواء لأنه ما بدي فيها ولا نقطة هواء تمام عبنا بهذا الزقبق وقلبتها بحوض موجود في زقبق تمام؟ شو لاحظ العالم؟ إنه مع مرور الوقت كان عم بيزيد عندي بمستوى الزقبق بداخل هذا الأنبوب عبل ما وصل حد معين حلو معناته هذا الزقبق بالأول تأثر بضغط هون هذا الضغط هو اللي خلا السائل يرتفع بمقدار معين عبل ما وصل عندي لهذا الارتفاع تمام؟ تمام جداً بعد ما هيك صفرنا فيه وارتفع على الحد المعين سبعي شو بلاحظ إنه صار السائل تبعي الهو الزقبق ساكن ما عم يتحرك هلا لا عم بيزيد ولا عم بيقل تمام؟ صار عندي ساكن لا عم بيزيد ولا عم بيقل وراح وقتها تفرج على نقطتين نقطة موجودة برا الأنبوب اللي هي سماها A والنقطة الثانية اللي هي بداخل الأنبوب بس على نفس المستوى تبعت A وقتها شو صار يحكيلي؟ إنه الضغط اللي موجود عندي الـ A هو نفس الضغط اللي موجود فوق B هاي الضغط اللي موجود عند A نفسه الضغط اللي موجود عندي إياه عند B عشان هيك صار عندي السائل تبعي ساكن بطل يتحرك طيب الضغط اللي موجود عندي إياه فوق A عبارة عن شو؟ بتفرج أنا عندي هاي الـ A فوق A بس عبارة عن ضغط الجوي اللي هو ضغط الهواء فبحكي عندي الـ P A عندي ضغط الجوي بدي أشوف عندي يساوي شو؟ أوكي بتفرج بداخل الأنبوب فوق الـ P بلاحظ عندي فراغ فما في أي ضغط من الفراغ بس عندي ضغط المائع اللي هو الزقبق فرح يكون عندي P من الزقبق اللي قدرنا نحسبه إحنا بالدرس الأول فدرس الأول كتير 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 مهم للدرس الثاني تمام؟ أوكي يعني ضغط الـ A كان عبارة عن بس ضغط الجوي ضغط الـ B كان عبارة عن ضغط المائع اللي موجود فوقي مين موجود فوقي؟ عندي فراغ الفراغ ما في منها أي ضغط أنا فاضي عبارة عن nothing والإشي الضغط اللي بتأثر على النقطة B هي ضغط الزقبق كيف بحتب أنا ضغط الزقبق؟ رو جي أتش فبصيري عندي ضغط الجوي بقدر أحسبه بهاي الطريقة أوكي عاش عملنا؟ بقدر أحسبه أنا في هاي الطريقة اللي هي B اللي هي ضغط الجوي رح تساوي عندي ضغط الزقبق فوق الـ B وأركز تمام؟ تساوي عندي كثافة الزقبق مضروب بـ G اللي هي تقريباً عشرة متر لكل ثانية تربية مضروب عندي بالارتفاع اللي هو كل هذا هذا الارتفاع لما كتب لي على جنب قاسي قديش الارتفاع بدي أركز أن الارتفاع تابعي من عند النقطة B لأقصر ارتفاع وصل السائل كان عندي 76 سنتيمتر فما ساكت وحطيت الـ H تمام؟ أوكي خليني أشوف هلا شو عملي بالكتاب قبل ما أسمع أصواتكم هاي يقعد يحكيلي كيف النقطة A والنقطة B بساوي بعض وكيف عندي الضغط الجوي ساوي عندي الضغط المائع فوق النقطة B فقط ركز على هالكلمة والمائع كيف بحسب الضغط طبعه رو مضروب بـ H مضروب بـ G شو عمل؟ عود تسارع سقوط الحرجي 9.8 متل لكوثانية تربيع أو ممكن يعتبرها 10 بس هو أخذ الأرقام بالتفصيل وضربها بكثافة الزئبق اللي هي الرو المائع تابعي اللي كان 13.6 مضروب بـ 10 قوة 3 كيلو جرام لكل متر تكعيب الوحدة لطيفة وجاهزة مضروب بارتفاع هاد الزئبق اللي هي 76 سنتيمتر حولي إياها فضربها بعشرة قوة سالبة 2 عشان يطلع عندي الوحدة بـ متر وقدر عوضها راح عوضلي بكل الأرقام هاي طلعت معي الضغط الجوي 1.013 مضروب بعشرة قوة 5 يعني تقريبا 1 بعشرة قوة 5 طبعا هذا الجهاز اللي حسب لي بكل هذا الأرقام كان موجود على سطح البحر هاي التفاصيل كتير مهمة اللي هو مش أي مكان كان موجود على سطح البحر هاي عند مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة كانت 15 سلسيوس لأنه بتختلف درجة الحرارة راح تختلف عند الضغط لأنها من العوامل اللي بتأثر بالضغط الجوي وقتي هطلع معي العمود 76 سلسيوس لو اختلف عندي المكان ما كان عندي سطح البحر كان عندي عند البحر الميت اللي هو تحت مستوى سطح البحر أو كان عندي على واحدة من الجبال راح تختلف عندي القيمة لو كان عند درجة الحرارة غير عن 15 سلسيوس برضو راح تختلف عندي القيمة نشوف إذا في عندكم أي أسئلة اوكي اوكي شنا يا غطيكي العافي ميس الله يعافيكي بس أنا فهمت كونش بس ليش جي غيروه هالمرة يعني بدأت تكون عشرة صارت 9.8 كي عم بدو يفرجيكي بالظبط قديش هيطلع معي الضغط الجوي بأرقام دقيقة بس هو انت كطالب راح يخليكي دائما تستخدم الأرقام الأسهل عشرة متل لك وثانية تربية عشرة متل لك وثانية تربية سمع؟ في هذه المرحلة ما راح نعمل مقارنة في الأساس نخليهم نفس الأساس ما في بناتهم إشارة زائد ما في بناتهم بالظبط ما في بناتهم بإشارة زائد معتهم ما بيهم هذا الشي صح سمع شكرا اوكي عفونا اللي يجد هسه أهلا وسهلا اوكي نشوف أحمد أحمد لديك سؤال بس دائما بيكون الاشياء كثابت نفس الأشياء الثانية ولا أنه لازم هسه نحفظ الكثابت بعد الكثابت الكثابت بيكون حاطتنا إياه بالامتحان كثابت شو؟ مثلا هسه كثابت الزئبق المائع؟ الزئبق بكون أستاذ جابلك إياه يعني المائي اللازم إحنا نحفظه ولا أنه مكون جايب النقية هو هلا هو بالعادة لا إرادية مثل تحفظ الماء لأنه ضوهم يجيب لك أمثل كثير على الماء بس هو يفترض الأستاذ يجيب لك بالسؤال كمعطيات إلا إذا أستاذ حبي يخليك تحفظ أنت كثابت الماء اسأله إحطيات قبل الامتحان تمام؟ بس هو بالعادة معطى الله يعافيك عندي رماز زعلت نشوف رماز موسكي أسلمي أسلمي كثير كثيرة رماز هفتح لك المايك هلا الكل بسيري زعل رماز سامعتيني sădis ها يعني ساماتي أوكي رماز اكتب سؤالك إنما أبدو تحكي نشوف محمد production محمد كان نشوف Fitness immunity محمد سامعني أمث أمث أنا لك سألت Massa طيب إذاً القانون إذن كان مش مطيني عايشة حسب كيف ده ميز بين القانون الأول بالتاني أي قانون القانون تبع الدرس الأول معلو كيف ده ميز بينه وبين قانون الزيبق الزيبق نفس القانون تبعه نفس قانون درس الأول لأنه صار في عندي النقطة اللي هو نتفرج عندي بالرسمة وينها اوكي هايها الضغط عند بي لما تفرج على بي هاي بي مش بي بي وجوده هون من فوقيها مائع اسمه زيبق صح ولا لا طالما عندي ايا مائع اسمه زيبق معا تروح استخدم قانون الضغط بالدرس الأول نخدم الألم لأنه اوكي اللي هو نفسه رو جي أج بالضبط هذا من درس الأول تمام يعني بالضروري يعطيني انه يحسب الزيبق أو يحسب المائع أو اي حسب لا انت بدأت تستنتج هون لحالك لأنه السائل تبعي صار ساكن فصار عندي النقطة هاي والنقطة هاي اللي هي النقطة اي والنقطة بي الضغط تبعهم نفسه بتفرج عندي من فوقيها ضغط الهواء طيب والنقطة بي اللي هي نفس مستواها وبساويها بمقدار الضغط من فوق البي بلاحظ عندي الضغط فباستخدم قانون اللي استخدمته بالدرس الأول رو جي اتش فضغط الجوي ساوي عندي رو جي اتش اللي هو الزبق تمام 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 كيف سؤالك مثال لا احنا عنا هون مثلا زيقيي بمثال ثلاثة بحكيلك هون بهم اذا حكيتنا بمثال ثلاثة وعشرين طب تصبور علينا احنا وصلنا للمثال هلنا راح نبلش بمثال اوكيا نصد بس انا بدأ اترك اشي هسا اذا حكيتنا اذا حكيتنا نوس مثلا بمثال احنا عنا بكرا حسا اذا حكيتنا الارتفاع الارتفاع مثل نفسه نفسه العمق اي اه هزا اذا يعني مثلا هو مش هون نطينا سبمية وثلاثين الاتش فيه اللي بتكون الارتفاع الاتش هو الارتفاع مش كنا مش شايف الرقم اللي بتحكي فيه هاي يمس عند المثال الثلاثة هاي عند سبمية وثلاثين سبمية وثلاثين مليمتر تمام هاد عمود هاد يو امعطيك الارتفاع العمود جاهز بس هاد محول بس رح يكون اتش هو يعني هو ناس اتش هزا الراب كل حالاتها رح تكون 13.6 ضرب 10 قوة 3 طالما عم نحكي عن زئبق فنعم اوكي شكرا عفوا عفوا طيب انا هنا رحكمل شوي صغير الفقر المهمة دي لا اكتر من سبب طبعا هنا كيما شايف بنرجع نسمع صوتكم بعد مثال ثلاث تمام يعني هلا منح أسمع غير انا ما نخلص ان شاء الله هاي صفحة اوكي بحكيلي انه بالعادة ضغط الجو باخده عند مستوى سطح البحر ولما حسبته قبل شوي اللي هو هذا الرقم كان عند مستوى سطح البحر وعند درجة حارة 15 سيليسيوس طلع معي واحد تقريباً بعشرة قوة خمسة بسكال هذا الرقم هو بمثلي واحد ضغط جوي اللي هو واحد أتموسفير تمام واحد ضغط جوي هو قديش كان عندي الضغط على سطح البحر وتقريباً كان بساوي واحد بعشرة قوة خمسة لو طلعت على جبل إفرست اللي هو ارتفاع جداً هائل رح يقلي الضغط عندي مش قلنا العمود تبعي قال ما عاته الضغط تبعتي قاله صح؟ لنسوط على الجبل هلا أوكي بح يقل عندي الضغط عبل ما تصير عندي 33 كيلو باسكال بدي أركز انه كاف هاي كي بشطبها بحط عشرة قوة ثلاثة محلها تمام؟ طيب 33 كيلو باسكال معاته هي نصها 33 ضرب عشرة قوة ثلاث باسكال تمام؟ هاي ضروري أعرفها بدل كي كيلو كيلو عشرة قوة ثلاث وبترك الوحي التاني زي ما هي طيب بدي أقارن أنا عشرة قوة خمسة باسكال كان على سطح البحر صار عندي عشرة قوة ثلاث لما صرت على الجبل فاختلاف فاختلاف شاسع صار عندي القص هنا قص ثلاثة وقبل كنا عم نحكي عن قص خمسة تمام؟ عشان ليك لما طلعت على الجبل إغرست اكتشفت انه ضغط هناك كان جداً أليل تمام؟ لانه العمود تبعت الهواء تبعتي أليلة مقدار الهواء أليل الوزن اللي بيأثر على السطح صار أقل فالضغط ماله قليل تمام؟ أوكي الإشي اللي أنا أصلاً بحاول أوصل له بهذه الفقرة اللي هي هاي اللي إنه مهمة جداً جداً ونحتيجي عن الامتحان بالعادة اللي هي إيش؟ بقدر أعبر عن الضغط بوحدة جديدة بسمها هايها سنتمترزق بق تمام؟ فالضغط الجوي عن مستوى سطح البحر اللي قبله شوي حكينا عنه 76 سنتمتر زقبق لو بتفرج أنا علي بحكيه هاي ونرجع للرسمة تبعتي وين الزقبق؟ هاي الزقبق مش حكيت الارتفاع تبع الزقبق 76 سنتمتر وقتها ممكن يحكيلي أعطيني قدي كان الضغط على مستوى سطح البحر لما كانت درجة الحرارة 15 سليسيوس وانت عارف انه من خلال الرسمة ارتفاع الزقبق كان 76 سنتمتر أعطيني الضغط بوحدة سنتمتر زقبق تمسك الارتفاع طبع الزقبق بوحدة سنتمتر تحكي هايها 76 سنتمتر زقبق يكونوا أتيها فاهم هو أدي الضغط هون تمام هاي الكلام كتير مهم لو تفرجت عاشير اسم تانية كان عندي لنفرض هون تمام وكان حكيلي والله الارتفاع تبعة الزقبق هاي الارتفاع تبعة الزقبق من سطح الزقبق لنهاية الارتفاع تبعة الزقبق تبعي كان حكيلي الارتفاع تبعه لنفرض 73 سنتمتر أدي الضغط بوحدة سنتمتر زقبق بمسك الرقم بحكي الضغط يساوي 73 سنتمتر زقبق هذا الإشي كمان شوهر رح نشوفه وين بالمثال جاي حبلش بالمثال عشان على الأقل ننجز سؤال واحد على اللي حكينا اليوم تمام وإن شاء الله تكونوا فهميني مميح مميح أوكي بحكيلي استخدم استخدم باروميتر زقبقي لقياس الضغط الجوي في المنطقة ما فكان ارتفاع وبدي أركز عليه بحكي فكان ارتفاع عمود الزقبق اللي هي الـ اتش قديش سبعمية وتلاتين ميلي متر تمام بدي أشوف هلها شو ممكن أعمل بدي إياني شو أحكي شو أعمل أحسب الضغط الجوي بهاي المنطقة بوحدة باسكال ووحدة سنتيمتر زقبق لما يحكيلي بوحدة سنتيمتر زقبق شو بأعمل شو بأعمل بحول الوحدة اللي عندي إياه هون للسنتيمتر بالأول بعد ما حولها لسنتيمتر بأخذها وبحكي إنه هاي الضغط تساوي هل أدي رقم سنتيمتر زقبق هل لما أنا بدي أحول هاي ملاحظة كتير مهمة لما ده أحول من مليمتر لا سنتيمتر اكتبوها أول ما بدكم بالكتاب إنها كتير 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 مهمة تمام شو بروح بأعمل بقسم على عشرة هاي تقسيم عشرة فأنا عندي هون سبعمية وتلاتين مليمتر بقسمها على عشرة بتصير عندي تلاتة وسبعين لأنه قسمت على عشرة راح أتصفر والوحدة صارت عندي سنتيمتر فهاي الارتفاع بوحدة سنتيمتر معناته الضغط حيكون عندي بوحدة سنتيمتر زقبق هذا يساوي سبعة وتلاتين سنتيمتر زقبق هذا مطلوب الثاني اللي هو بوحدة سنتيمتر زقبق أوكي سريعا شو اللي عملنا عم بحكي لي عندي زقبق هذا وارتفع بارتفاع معين سبعمية وتلاتين مليمتر طالب مني أحسب الضغط بوحدتين باسكال بطريقة الأديم وهلا كمان شاء منعرف كيف والطريقة الجديدة اللي هي إيش بوحدة سنتيمتر زقبق عشان يكون عندي الضغط بوحدة سنتيمتر زقبق لازم يكون الارتفاع بوحدة سنتيمتر تمام أنا معطيني ياه بوحدة مليمتر عشان أحول من مليمتر لسنتيمتر بقسم على عشرة فصار عندي من سبعمية وتلاتين مليمتر تلاتة وسبعين سنتيمتر هيك صار عندي سانتي جاهز ممتاز جدا وقتها بمسك الرقم نفسه بحكي هاد هو الضغط بوحدة سنتيمتر زقبق وبدي أركز تركته سنتيمتر لأنه هاي هي الوحدة تبعت سنتيمتر زقبق من اسمها سنتيمتر زقبق لازم يكون بالسنتيمتر تمام بده إياه أنا هلأ أحسب الضغط الجوي بوحدة باسكال أنا قبل شاي شو حكيت كان عندي نقطتين متساويتين بالارتفاع ضغط الجوي عندي الآي ساوى الضغط فوق بي صح فكان عندي الضغط الجوي يساوي رو جي اتش كل إشي بخصوص الزقبق تمام شو بروح بعمل بعوض الرو كثافة الزقبق 13.6 مضروب بعشرة قوة 3 والوحدة كيلو جرام لكل متر تكعيب جاهز ما بده اي تعديلات بدي اضربها ضرب جي اللي هي عشرة متل لكل ثاني تربيع ضرب قديش الارتفاع كان عندي الارتفاع 3 وسبعين سنتيمتر صح أنا بهذا القانون ممنوع استخدم السنتيمتر لازم استخدم بس المتر فهاي عندي خطر تاني سنك حاولت اركض هلا هناك بالسنتيمتر واجواء السنتيمتر هم نرجع للنظام الدولي المتفق عليه اللي هي بوحدة المتر تلقس 73 سنتيمتر كيف دا حولها للمتر بشطب السنتيم وبضرب لعشرة قوة سالة تنين وبكتب متر هاي بدل السنتيمتر كلها بدي اكتب هاد هاد اكتبهم ولاحظة كتير 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 مهم تمام هاي 73 بحط بدل السنتيمتر كل هاد ايش ضرب عشرة قوة سالة بتنين والوحدة شو متر اوكي هاي بتفرج بنقل الاتش تابعتي هديش قيمة الاتش 73 بعشرة قوة سالة بتنين انا صراحة هون حاب اسمع صواتكم لسبب ما عارف رح تضيعوا اوكي هلا 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 رح اسمع هلا هلا اشوف سريعا شلي كاتفينو فاعرف لكم بتسألو لو ركزت بكل كلمة حكيتها بيكون امور ان شاء الله تمام بدي اشوف وسيم السلام عليكم وسيم سامعني سلام عليكم السلام عن شو سؤالك يا مس حس الزئبق اه الزئبق يا مس كيف بدنا نعرف كيف حس سؤالي يا مس زئبق الزئبق شو شاسمه شو الشاسمه هاذا كثافة ارتفاع ايش بالظبط ايش بالظبط الرمز تبع يا مس ايش اتش جي اتش جي اتش جي اتش جي يا مس في عشان هيك سنتيمتر زئبق كتبناها سي ام اتش جي سنتيمتر زئبق شوكراني اتماع اوكي سيمة 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 سامعتين هي سيمة امس سامعتك بس لما اعتقد انه انا رفع ايدي بالغلق بالغلق اي حدا رفع ايدي بالغلق ينزلها طيارة يعطيك العافية الله يعفيك اوكي اعقلبك يا مرا اا نشوف هلأ عنان اوكي مرحبا اهلا اهلا بس عادي ترجع تعيدي السؤال اي سؤال بالضبط اللي هسا شرحته رح احكي هلا بشكل سريع بس خلينا اسمع هيك اصواتكم بشكل سريع وفهم شو اللي مش فاهميه تمام 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 اوكي نشوف بدها ليسم شاب احمد في احمد 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 للك سؤال الو اهلا احمد بس بتقدر تحيد المعادلة اللي يا سرحتي هلا اني ما فهمتها تمام هلا بعيد بشكل طيارة ان شاء الله ان شاء الله اوكي هنازل اديكم طيارة اللي عنده سؤال باللي هلأ انا حكيته يرفع ايديه يحدا من عائلتي هون حيمور اهلا سهلا اوكي سمعيني عبد الرحمن ما رح اشرح هلا فكرة جديدة اه ممكن ما اتوقع اوصل لحتى مثالي التاني بس هشوف بس هعيد بشكل سريع اللي حكيته بالمثال اوكي الشخص هذا شكل غير رأيه اه جرح يلا انا 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 اوكي ميس اه اه لازم يطلع الجواب العدد الرقم اللي طلع معنا ونكتب بالوحدة CMHG صح؟ اللي عالطريقة اللي شمال اه اللي هي بعد ما حولت من ملي متر لسانتي متر بمسك الرقم بحكي هادي هو الضغط بوحدة سنتيمتر زعبق جاهز احنا لاش عمل المتال لازم المتال حوال من سنتيمتر للمتال احنا دائما لازم نحول للمتر تمام بالقانون تبعي تبعة الضغط درسته بدرس الاول اللي هو هايا على الجهة الين يد تمام بس الطريقة اللي جديدة اللي هو انا بقدر اعرف قديش الضغط من خلال ارتفاع الزعبق حكالي بقدر احكي انه الضغط تبعي فيه بوحدة ثانية اللي هي الضغط بوحدة سنتيمتر زعبق لازم تكون وقتها عندي الارتفاع بوحدة سنتيمتر عشان اعرف قديش الضغط بوحدة سنتيمتر زعبق تمام تمام رحيضل البادئات للمية لحقيتنا لحقيتنا وراكي وراكي هيا مبدئين عبل ما ايش تعوضوا على بعض وتحبوا بعض تمام شو احب اخ 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 الله يعافيك اخ اسئل لبرا الدرس كيف تجاوب انا صعد نشوف اسراء اسراء سامتيني حاولها اكتيار تسألو عشان نعطي مجال لأكتر من حدا مرحبا 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 اهلا عشو سؤالك اعطيك العافية شوفي انا بدي اسأل موش شأن هذا اللي شرحتي هسا عن شو مشان المتغيرات تحت الضغط الجوي وتحت الجيل وتحت الآط شو يعني شو المال الاشي الثابت فيهم الجي هو الوحيد الثابت اللي هو عشرة مثلا كل ثانية تنبيه اما الكثافة حسب البائع اللي بيستخدمو و ال اتش حسب الارتفاع تبعي المعطة هلا هو بيكون المعطة يا اكيد لازم يكون معطة عشان ادرحل تمام 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 فلازم تكون سبعمية وتلاتين ضرب عشرة سالب ثلاث ضرب عشرة قوة سالب ثلاث بيصير عندي بوحدة متر صح اه ملي متر اول اش بعدين نحول للسنتيمتر انا شو اللي عملت صح اه اه اول اش لازم بالملي متر نحل ها بعدين بالسنتيمتر هلا هو شوف كيف انا شو عملت حلات فرع الثاني بدان حلات فرع الاول اه اه انا فاهم عليك بس انه انت هول حطتي ثلاثة وسبعين ضرب عشرة سالب اثنين هي لازم سبعمية وتلاتين ضرب عشرة سالب تلات بيطلع معك نفس الرقم نفس الرقم اه ما بالزبط معك ما في موسك ما في اختلاف يسلم عفوان اوكي اه اه هلا بالنسبة للبطاقة وانا اربح انا صراحة بفكر بطريقة جديدة انه الجروب اللي احنا موجدين عليه على الفيس اصير هيك انزل سؤال واول واحد بيجاوب صح بنربحه بطاقة عشان هيك انا بديكم نكونوا مصحصحين على الجروب تبع الفيسبوك تمام لانا ممكن انزلوا هيك سؤال شيء اسبوعي واول حدا بيجاوبه صح والواحد كاملة والامور كلها تمام بربحه بطاقة اوكي تمام خلينا هنلا احكي بشكل سريع شو اللي عملته بالمثال تبعي حكالي استخدم باروميتر زقبقي بمنطقة ما فكان ارتفاع ومعطيني الارتفاع بوحدة مليمتر كان سبعمائة وثلاثين مليمتر بدياني احسب الضغط الجوي بهاي المنطقة بوحدتين بوحدة باسكال ادحلها بطريقة وبوحدة سانتيمتر زقبق بطريقة تانية تماما اول شي انا بلشت بتبعي سانتيمتر زقبق ليش لانه عندي هي مليمتر بس بقسم على عشرة بيعطيني الوحدة سانتيمتر بيصير الامور جاهزة فشو عملت مسكت الرقم تبعه اللي هو سبعمائة وثلاثين مليمتر حولتها للسانتي باني اقسم على عشرة وركزه بكل كلمة بحكيه هنا طلع معي الارتفاع تلاتة وسبعين سانتيمتر تلاتة وسبعين سانتيمتر جاهزة باخدها بحكي هذا هو الضغط اللي هو تلاتة وسبعين بوحدة سانتيمتر زقبق يعني انا ارتفاع الزقبق طبعي بيكون تلاتة وسبعين سانتيمتر زقبق عند هذا المنطقة تمام بحس الامور تمام وواضحة بجهل الشمال جهل يمين عشان نقدر اطلع الضغط بوحدة باسكال لازم احول الارتفاع للمتر يا بمسك المليمتر اللي هو حكا لزميلكم هلأ قبل شوي يا بمسك المليمتر اللي هي سبعمية وثلاثين مليمتر وبضرب ضرب عشرة قوة سالب ثلاث عشان يكتر عندي وحدة متر يا انه سانتيمتر قبل شوي اللي حولتها بضربها بعشرة قوة سالب ثنين عشان يطلع معي الوحدة بمتر هنا كان عندي سبعمية وثلاثين مليمتر ضربتها بعشرة قوة سالب ثلاث طلعت معي سبعمية وثلاثين ضرب عشرة قوة سالب ثلاث متر السنتيمتر لا كان عندي تلاثة وسبعين سنتيمتر ضربتها بعشرة قوة سالب ثنين فصارت عندي تلاثة وسبعين هاي تلحك ضرب عشرة قوة سالب ثنين متر تمام هاي نفس هاي كيف الاختلاف بينهم انه عشر قوة سالب ثلاث اخدت واحدة من هاي العشرات واختصرتها مع السفر بيطلع معي 73 بعشر قوة سالب ثلاث اختروا الطريقة اللي بتريحكم اولها بتحسوا حالكم مصدومين مش فاهمينش اللي بحكي بس لما تصفونوا بزيادة بيطلع معي نفس الشي تمام اوكي عشان اطلع الضغط بوحدة باسكال بروح بحكي الضغط الجوي يساوي رو جي اتش الرو كثافة الزئبق جي تسارع سقوط الحور تقريباً عشر متر لكل ثاني تربيع والاتش ارتفاع الزئبق تبعي تمامنا هنا اوكي الكثافة تبعة الزئبق هاي اللي عوضتها ضرب الجي هاي اللي عوضته اوكي ضرب الاتش الارتفاع بوحدة متر هذا القانون ممنوع استخدم الاتش غير بوحدة متر تمام لازم يكون بوحدة متر فكان عندي 73 بعشرة قوة سالب ثلاث بروح اللي حالة بضرب الارقام على جناب اللي هي 13.6 ضرب 73 بيطلع معي الرقم تسعمية وتنين وتسعين فاصلة تمانية ضرب عشرة مضروب بعشرة قوة سالب تنين بيطلع معي عشرة قوة سالب واحد يعني لو حركت الفاصلة هيك للشمال بيطلع معي جواب تسعة وتسعين فاصلة اتنين ثمانية والوحدة باسكال تمام ايشي غلط اه نسيت عشرة مهمة باكري ايشي غريب اوكي نسيت هاي العشرة عشرة قوة ثلاث وهون مضروب بعشرة قوة ثلاث وهون اخر ايشي مضروب بعشرة قوة ثلاث تمام هي بس اني نسيتها مش اكتر يوم مرة اعيد الجهة اللي عامين عشان اطلع الوحدة عشان اطلع الضغط بوحدة باسكال رح استخدم قانون اللي شايفينه قدامنا وهلأ رح اكتبه كمان مرة بطريقة مرتبة اوكي عشان احسب الضغط الجوي شو بحكي الضغط الجوي رح يتساوي عندي رو جي اتش الضغط الجوي ما زلته زي ما هو رح يتساوي عندي الرو اللي هي كثافة الزقبق 13.6 مضروب بعشرة قوة ثلاث ضرب الجي اللي هي عشرة ضرب الاتش قديش ارتفاع الزقبق طبعي اللي هو تلاتة وسبعين سنتيمتر يعني تلاتة وسبعين بعشرة قوة سالب تنين وضروري احول بهذا القانون وتكون عندي الوحدة متر بعد ما اضرب الارقام بيطلع معي الجواب الضغط الجوي ايا الرقم اعطتكم اياه قبل شوي ايا الرقم اللي عندي المثال نفس الاشي بتعامل مع الرقم بالطريقة اللي انتو بتحبوها 9.92 مضروب بعشرة قوة اربعة والوحدة عنديها باسكال هي بكون انا طلعت الضغط بوحدة باسكال والجهة اللي شمال قبل شوي بوحدة سنتيمتر زقبق بتحبو تاخدوا سكرينشوت لاي اشي ماهونا خدو طيارة تمام اللي ما بسرعة هاي سكرينشوت ممكن وهاي سكرينشوت لهاي الجهة بدي بحبي اخد سكرينشوت هنا عشان ايش الطريقة التانية تمام بتطمنع لك هيك الامور كلها واضحة هلا بشوف الناس لدها تسأل نشوف ملك فهي نحاول هيك نجاوب واللي مش معبي الفورم يعبي هلا الفورم طيارة اي سؤال بكم تسألوني ايا واجاوبوا الحص الجاي تبعتوه من خلال الفورم ملك سؤالك سامعتني اه سامعتك كملك طيب بمسأنا مو السؤال في الدرس بالضبط لانه معلمة عطتنا واجب ومانع عارف احله هلا شو لك تبعته للسؤال على الفورم طبعنا اه هو قالت معلمة انه مو البسكال والضغط الجوي وسانتيمتر الزئبقي قالت معلمة بقت وحدتين وماني عارفيتهم هاي زي ما شرحت لك يا بالمثال هذا الجهة اللي شمال بيكون عندك ارتفاع الزئبق بسانتيمتر بمسك الرقم وبكتب هالأدة كانت ضغط مثلا كانت ارتفاع تلاتة وسبعين سانتيمتر بمسك تلاتة وسبعين بحكي الضغط تلاتة وسبعين سانتيمتر زئبق هيك جاهز اما بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي بوحدة بسكال رح استخدم القانون تبع الضغط اللي درسنا بدرس الاول اللي بيساوي عندي رو جي اتش وبعوض الرقم واحد واحد فيهم وبركز انو الاتش تبعتي بوحدة متر مش بوحدة شي تاني تمام ايو عافية كنت الخويس اللي لازم تعمليه الله يعافيكي نشوف ساندرا اللي ديزق السؤال وما بلحقه بالبث انو بث تبعنا بخلص ان شاء الله ونص فطيارة تبعته بالفورم اهلا اهلا عن شو سؤالك مسهو سؤالي يعني مش بالدرس بالزط او يعني انو بهذا الدرس بس بتقدري تكتبين لنا التحولات هلا تحولات ايش اللي بدك اياها يعني اللي ممكن تيجي معنا هلا انا مش خاطر بالك غير كالتالي انا لو بدي احول من مليمتر لسنتيمتر بقسم على عشرة هاي مهمة عشان سنتيمتر زئبا لما بدي احول من سنتيمتر ل متر بضرب بعشرة قوة سالب تنين لما يكون عندي كيلو باسكال هي نفسها عشرة قوة ثلاثة باسكال ايش في ايش تاني مر علينا وما كتبته يعني انبقات اللي هي هان شوي ولما حلينا الاسئلة مع بعض اللي هي هاي جرام لكل سنتيمتر تكعيب بشطبها بحط عشرة قوة ثلاثة كيلو جرام لكل متر تكعيب بتوقع بس هدول وهو مع التمرين والحل بيصير أسهل وأسهل وأسهل وما بيكون بالطريقة بتخوف زي ما انتم تخيله تماما عفوا عفوا الله يعافيكم جميعا انا هيني بحاول أسمع قدم البسطة بسطة عالي ما بدي أخذيها سكريم اوكي هلأ هاي خديها طيارة اللي بدو اياخد سكريم لهاي طيارة هاي ضرورية هلأ التحيت هلأ بنزلكم عليها أنا ويبدو مش حقدر أسمع صواتكم أكتر من هلأ من هيك للأسف يعني بس تبعتولي أسئل يا بلي جروب تبعت الفيس يا بالفورم وانا بفضل بالفورم عشان يكون منظم الأمور وبالحصة الجاي بقدر أجاوبكم إياها تماما علقت الصفحة شوي فهو عم بحاول هاي هم ساندرس بدي أخذ بسكرينشوت هايو واللي أيحد ثاني حاب يعمل سكرينشوت برضو ياخد أوكي الفورم هايو ما بعدت لكم ما حدا ينسي عبي الفورم تمام الله يعافيكم أنا للأسف ما بدل أسمع أصواتكم هلأ إن شاء الله براكم مرات الجاي الفورم عبو ضروري جدا 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 أنا حابة أشوف بالأسئلة اللي ببالكم وأنا مقدة أجاوبكم عليها تمام أنا كثير بيهمني هذا الشي أوكي هيك بتكون إن شاء الله خلصت حصتنا اليوم إن شاء الله فهمتوا واستمتعتوا وحبيت الفيزي أكثر أوكي نراكم إن شاء الله في المرات القادمة وبشوفكم على الفيسبوك إن شاء الله تمام يلا إلى اللقاء جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر